موسيقى حلقتنا اليوم ممتعة جدا حنحكي عن التسوق الصحي اللي موجود بالمنزل صغار كبار شباب او بنات كل واحد هيكون متحمس جدا ليسمع هذا الموضوع وكيف نقدر نتسوق بطريقة صحية جدا اول نصيحة بقدر اقولكم ياها نحاول ادمم نقدر ما نطلع ع السوفر ماركت عشان نعمل الشوفينج تاع البيت تعنا وإحنا جوعانين ليه؟ لانه حنصير نتشهون من كل الرفوف اللي حوالينا جعبالنا هذا وجعبالنا هذا تشيبس من هون وشوكولت من هون وبسكوت ومنصفي بالأخير ما عم نقدر نجيب الأكلات الأساسية اللي إحنا بدنا إياها للتلاجة طب شو منقدر نعمل؟ نقدر نحط لست نكتب فيها الإحتياجات الخاصة تعوننا وإيش إحنا بحاجة إله عشان ما ننزل وإحنا مش منظمين حالنا وما عم نقدر نعرف من أي ليل نقدر نروح لما نكتب اللائحة اللي إحنا بحاجة إلها نمشي عليهم نتأكد مين إش ضروري مين إش لا نقدر ندور على الإختيارات اللي أقل بالدهون وأقل سعرات حرارية يعني مثلا أنا ما عم بقولكم روحوا خدوا لبن ضايت بدل لبن عادي عم بقولكم روحوا للجبنة اللي فيها سعرات حرارية شوي أقل بدل الجبنة العالية بالسعرات الحرارية نحاول ننقي من الإشياء اللي مخبوزة ومشوية كتير أكتر من الإشياء اللي مالية طيب إحنا روحنا على السوبر ماركت بصير نجيب مشروبات غزية وبصير نجيب عصاير وبصير نجيب اللي جعبالنا إياها إحنا عم نزيد قاعدين ومنتطور بالوقت وكل إشي عم بيكون موجود حوالينا نحاول نتجه للإشياء اللي فرش إشياء الطبعية أكثر سواء كانت فواكه أو سواء كانت عصرات وإحنا نعمل عصائرنا بالبيت طيب إحنا هيك ما عملنا شوپنج إيش قلتيننا بدنا نجيب من السوبر ماركت إذا أنت خلتيننا ندير بالنا وما نشتري الإشياء العصاير اللي إحنا بدنا إياها وندير بالنا باللست اللي فيها سعرات حرارية عالية لشان هيك عم بقولكم ديروا بالكم كتير منيح نقل الأكلات اللي إنتوا جعبالكم ياها بس نخفف من السعرات الحرارية معلش أول مرة مرتين شوي حنتغلب لنوصل لللست اللي إحنا بيحاجئ لها سوقوا بطريقة صحية جدا نقل الأكل اللي جعبالكم ياها كتروا من الفواكه والخضار وديروا بالكم من شوپنج لست اللي عم تكتبوها